نكاد ننتصر وصلنا إلى خط النهاية بآخر لحظة بسبب السفهاء أو الأغبياء أو المنحرفين أو الجبناء نخسر كل شيء ونخسر كل تضحياتنا التي قدمناها هذا ما يسمى الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة فرصة كانت ذهبية الشيعة يثورون في المنطقة الشرقية يحصلون على دولة مستقلة ما أقول حتى حكم ذاتي لو كانوا عرفوا كيف ينتهزونها جيدا انتفض الشعب في القطيف في المنطقة الشرقية انتفضوا في العوامية صارت مواجهات والأنظمة العربية كلها ارتجت كلها صارت حالة ارتجاج لهم كملين الطريق ليش ما كملوا الطريق شنو السبب بعد ما كادوا يصلون إلى خط النهاية بيانوا المشايخ الحكماء طيح اللحظ بيان طلعوا لك احنا ندعو للسلمية وللما أدري التعاون مع السلطات وأنه احنا عندنا حقوق لكن ما نريد ان نريد ان نبقى ضمن ما أدري شنو الدولة الوطنية الواحدة ومن هذا الحج الخرط اللي كل العالم يعرف أنه ما يوكل شيء طلعوا لها نوموا الناس نومتوا الناس الآن تعالي شوف آل سعودها منا من الناس الفرصة راحت يجورون يوم بعد والبحرين هاي همدونك نفس القضية هؤلاء فعلوا نفس فعل ذول المشايخ والمعممين فعلوا نفس فعل عمر بن الحجاج نفس فعل ما أدري هذا كثير بن شهاب الأشراف الوجهاء والفقهاء والما أدري كذا الذين نوموا العالم مع الأسف الشديد فضاعت كل هذه التضحيات وكل هذه الدمار خوفوكم يخوفونكم ترى يمكن كبارية الشيعة أساتذة في التخويف والتهويل ترى والله أنا من يعني ما طرق سمعي قط مثل هذه اللغة في أمة أخرى مثل الذي سمعته من كبارية الشيعة وخطباء الشيعة ما طرق سمعي أبدا يخافون حتى من ظلهم عجيب ذاك اليوم إحنا فعلنا أول سنة الاحتفال بهلاك عدوة الله عائشة إيش سووا بالعالم خطباء صعدوا على المنابر قالوا هس الحجاي ترى حيذبوحون بسبب هذا اللي صار الله العالم ماذا سيجري من سفك الدماء خوفو العالم حتى نصب مراحو الحج على شنو كل هذا ليش هذا الخوف ليش هذا الجبن ليش هذا التهويل إلى متى نفسية الإنسان الشيعي لازم تتغير يعالج الإنسان الشيعي مريض مريض بالخوف